بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبل قاسم محمد وعلى المصلي على محمد وعلى المحمد وعلى الهدات الميامين من أهل بيته الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين يروي الشيخ النعماني في كتابه الغيبة بسنده إلى الإمام الصادق عليه السلام وهو يتحدث عن مجرياتي الصيحة الجبرائيلية في هذه الرواية يقول للسائل لا ترويها عني وإنما أرويها عن أبي عن الإمام الباقر ثم يشرع بالحديث فيذكر أن الصيحة حينما تحصل يؤمن الناس جميعا ولكن في اليوم الثاني تطلق من قبل إبليس وزبانية إبليس صيحة ثانية هذه الصيحة الثانية تشير إلى أن فلانا قتل مظلوما وأن إمامكم هو فلان على خلاف تلك الصيحة فينبري زبانية إبليس إلى الحديث عن أن هذا الذي سمعتمه في الصيحة الجبرائيلية إنما كان هذا من سحر الشيعة ثم ينسبون الأمر أو حتى أن بعضهم ينسبوا الأمر إلى أن هذا من فعل أئمته أمام هذه اللوحة اللي يمكن إلك أن تتخيل المدايات لكل الأمرين المدى الذي يؤدي بالناس حينما يسمعون صيحة جبرائيل وكل من هؤلاء سيسمعه بلغته وفي وقت يناسبه كل العالم سيسمع وتشير الرواية إلى أن سماعهم هذا سيؤدي إلى إيمان الناس هذا مدى المدى الآخر حجم الإكذوب وحجم الخداع الذي سيمارس سيمارس بقدر حجم المدى والتأثير الذي تركته الصيحة المباركة ولذلك ولذلك يشير إلى أن من أراد الله به سوءاً أو كتب عليه بسوء العاقبة هؤلاء سيرجعون وسوف يتحدثون بنمط من أنماط هذه الأكاذيب هذا الحدث الذي سيأتي لاحقاً نحن منذ أن وجدنا في طريق علي بن أبي طالب كنا تحت فداحة الإكذوب التي مررت عبر التأريخ والعالم ملئ بالأكاذيب التي أطلقت على هذا الطريق على هذا المسار روافض مجوس أبناء المتعة ما إلى ذلك كل هذه الأمور ليست حديثة نشأتها يمكن لنا أن نؤرخ البدايات الأولى منذ أن كذب على فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها ومع أن أدلة صدقيتها كانت عالية المضامين لكن مع كل ذلك رغم أنها جاءت بأدلة دامغة جداً في قضية إرثها بأبي وأمي لكن مررت هذه الأكذوبة وبقيت إلى يومنا هذا تعمل في عقول من كذب عليه مع أن القرآن الكريم يصرح أن الأنبياء يورثون ويورثون ولكن مع كل ذلك قيل للقرآن اسكت في قبالي أكذوبة أريد لها أن تمرر من أجل غايات الكذابي وبقينا سنة من بعد أخرى قرناً من بعد آخر جيلاً من بعد آخر إلى يومنا هذا نحن ضحايا هذه الأكاذيب لذلك ليس غريباً أن يكذب بمثل هذه الأكاذيب أمام حقائق دامغة يعني أنت تصور مثلاً في الأسكيمو في الأسكيمو ويسمعون صوت الصيحة الجبرائيلية كيف يمكن أن يبلغهم سحر الشيعة إلى تلك المناطق والشيعة لا وجود لهم هناك وأي سحر هذا بالشكل الذي يمكن له أن يعمم على كل العالم ومن الواضح طبيعة الإكذوبة هنا لا بد من أن أشير إلى طبيعة الهدف من ما كذب علينا لماذا كذبوا علينا أعتقد بعضكم سامعين أمر كررت عدة مرات في أحاديثي ما جرى ما بين عمر بن عبد العزيز وما بين والده عبد العزيز ابن مروان ابن الحكم يقول عمر كما يروي الطبر كما يروي ابن الأثير في كتابه الكامل في التاريخ يقول بأن عمر كان يعتبر أباه من الخطباء المفوهين صاحب بيان لسان ذرب مطلق القريحة يقول كلما وصل إلى ذكر الرجل ويقصد علي ابن أبي طالب باعتبار أن سنتهم كانت تقتضي أن يقدم لعن عليه صلوات الله وسلامه عليه في بداية خطابهم وفي نهاية خطابهم لكن عبد العزيز هذا يقول ابنه كلما وصل إلى اسم هذا الرجل يتجمجم يتجمجم يعني تسمع من عنده صوت كأنه جاي يتكلم لكن الصوت مختلط الألفاظ بحيث لا يفهم كأن قضية يريد أن يعبرها بشكل سريع جدا أو خجل منها يقول قتله أبا أنت الخطيب المفوه أنت الكذا ما لي أراك كلما وصلت إلى ذكر الرجل تجمجمت قال لي أو قد التفت إلى ذلك قلت له بلى قال يا ابني اسمع أن لهذا الرجل من الفضائل ما لو أن سمعها هؤلاء الناس لما بقي معنا أحد القصة هذه يكذب على حقيقة من أجل أن لا يتمسك بها الناس واليوم هذه القضية ما عادت مجرد خلق سيئ وإنما أصبحت ممنهجة أصبحت مبرمجة إلها عقول كبرى إلها ميزانيات كبرى تسمى بصناعة الكذب وصناعة الكذب ستستمر إلى يوم الصيحة الجبرائيلية كما تشير إليها رواية الشيخ النعماني قدس الله روحه الزكية نحن أمام هذا الواقع ونعرف تماما أن خلال هذه الفترة التي نعيشها مررت علينا آلاف الأكاذيب بل عشرات الآلاف من الأكاذيب وحتى بعضنا ربما يفخر فاهه عجبا من أين يأتم بهذه الأكاذيب يمكن إلك أن أتأرخ يوميا أكو كذبة جديدة وأكو تزييف لطبيعة الحقيقة اللي موجودة وأعتقد ما نحتاج إلى أمثلة نضربها في هذا المجال لأنها قضية واضحة جدا العبرة في مثل هذه القضية وسأشير إلى بعض من النماذج المعاصرة حتى نفهم المغزى ماذا يحصد هؤلاء من هذه الأكاذيب وماذا يؤسس على هذه الأكاذيب ومن ثم حينما يتحدث السيد القائد في قضية جهاد التبيين أو السيد المرجع الأعلى حينما يتحدث عن البصيرة ومعرف الظروف الزمان والمكان نعرف أن هذه الأحاديث لا تأتي من طراخ ولا تأتي لمجرد الترف أو لمجرد الثقافة العامة وإنما حجم الإكذوب الذي يمرر من الخطور بمكان بحيث يمكن لأمة كاملة أن تنزلق وتبتعد ولماذا نحتاج إلى بيان ونحن من ضحايا هذه الأمة قتلنا قتلنا ذبحنا كفرنا أصبحنا من أهل البدع بسبب أكاذيب مررت طوال كل هذه الأزمة ولا يستحي من أمثال ابن تيمية وغير ابن تيمية في أن يدرج قائمة من 73 كذبة في كتابه المسمى منهاج السنة النبوية يقول بأن الشيعة يفعلون كذا من جملة ما ستضحكون له وإن كان بألم أن هؤلاء لا يأكلون الماعز الحمراء ويحرمون أكلها ليش لأنها تشبه فلانا تشبه في نظر الشيعة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحماقته إلى درجة أن الحميراء لا تعني الحمراء أبدا كلمة الحميراء تعني معنى آخر لا علاقة له بالحمراء أبدا هل تأكلون من الماعز الأحمراء أو لا تأكلون الغرض أو أنه يذكر كذبة على أن الشيعة أكو جبل فيه سامراء وإلا كنت تخيل سامراء بها جبل أكو جبل أكو جبل في سامراء يوقفون عند الشيعة في أسفل الجبل ويظل ويظل ويصحون مهدي 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 إلى آخر أكو جبل والناس باعتبار هذا شيخ الإسلام يأخذون كلامه على عواهنه لماذا أذهب بعيد خلينا أحكي لكم هذه الطرفة أنا كنت راجع من المدينة المنورة في سنة لعله سبعة وتسعين أو ثمانية وتسعين إلى الشام مكان إقامتي صارت صلاة المغرب صليت على طريقتنا إجا رجل لعله أربعين أو خمسين قل لي نبين الأخ من الجعفرية قلت له بلي وأتشرف قل لي وتتشرف قل لي بلي أنا ما أنتمي إلى شيء ما أتشرف شرف إلي قال زين أنا عندي سؤال بس مستحي أسئلة أنا حقيقة كنت أصور أنه من الأسئلة اللي يخجل الإنسان أن يطرحها بعنوان قضايا جنسية أو قضايا طهارة ونجاسة أو ما إلى ذلك قلت له لا حياء في الدين قال صدق أنت عدكم ذير لا تضحك هذا الرجل كلش كان جات وبعد ذلك تبين من كرام الأصل رجل معادي جداً معادي أنا أضحكت بخلاف طبيعتي أضحكت بصوت عالي طبيعتي لا أضحك بصوت عالي أضحكت بحيث لفتت أنظار الموجودين حقيقة تفاجأت أيضاً قلت له أنت شنو رأيك قل لي والله يبدو أن شيخي كذب علي شيخي كذب علي قلت له وما أكثر ما كذب عليك في هذا المجل بعد ذلك شنو اللي صار بيني وبيني قلت لكم الرجل تبين إلى أصول كريمة جداً نجيب جداً طبيعة الإكذوب حتى وإن كانت فجل الغاية هؤلاء يمررون إحنا اليوم في هذا الواقع لو أخذنا أمثلة معاصرة في قضية الصراع اللي موجود في القضية الفلسطينية أو في قضية أوكرانيا وروسيا أو ما إلى ذلك في كل قضية من الصراع اللي يدخل بيها الغرب راح تكون هذه القضايا وهذه الأمثلة حاضرة دائماً أول أمس الصهاينة طلعوا مقطع فيديو لنفق قالوا عثرنا عليه وهذا النفق تبين بأسلحة وتبين بمهمات لكن الأسرى شالوهم قبل ما نوصل بقليل طلعوا نفق ومبني بطريقة مرتبة وطويل أيضاً ما مرت ساعة إلا وجل خبر من السويد يا بترى هذا النفق موجود بالسويد وهذا محفور من أيام الحرب العالمية الثانية هذه القضية الصهيوني إن من يمررها هو يدرى أنه راح تنكشف لكن اللي يسمعون الخبر الأصلي أكثر بكثير من اللي يسمعون التقديم فشي صير أن الحرب اللي سواها في غزة قتل المدنيين ضرب المستشفيات قتل النساء الأطفال ما إلى ذلك كلها مبررة تبين أنه جاي يلقون أنفاق وتبين هذه الأنفاق بها أسلحة وبها أسرى وبها وبها إلى آخر مع أنه صار لهم إشقد من قالوا إحنا راح نتوغل بريا وراح نمسح كل الوجود المسلح إلى المقاومة دخلوهم ودباباتهم وبعد قصف شديد للغاية وسط عهر عالمي حقيقة عهر عالمي وربما الكلمة هم مو بهذا المستوى أيضا تحتاج إلى كلمات أكثر شناعة وأكثر بشاعة من هذا الوصف سكوت تذكرون من ماتت مهسى أميني هذا العالم ماتت أمام الفيديو مرة واقفة وقعت مباشرة انقربة الكائنات أما العالم ينظر نساء تذبح أطفال تذبح مدنيين يذبحون بملء العين لا ينطق ببنت شفا كأن شيئا لم يكن لما يكون هذا الأمر خوة تعالوا أنتوا سويتوا هذا الغزو مالتكم دخلتوا إلى غزة وقلتوا لقينا الأنفاق ولقينا 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 إلى آخرين لدينا أسئلة هذول اللي دخلتوا إلى أنفاقهم أكو قتلى بهم لو ماكو قتلى بهم شو ما طلعتوا لكم واحد واحد ما طلعتوا الأسرة وين ما هل يا ترى هذا القصف اللي جاي شوفه من المقاومين على المغتصبات الصهاينة توقف خلال هذه الفترة لو استمر فاستمر إلى يومنا هذا القصف مستمر ومو قصف طلقوا طلقتين وإنما رشقات العالم كله جاي ينظر لماذا يصور إذن أن الصهيوني جاي يحقق أغراض مع أنه كل اللي قدر إلى أن يدخل دبابات ويختبئ في دباباته لكن ما قدر يوصل إلى المقاتل ما عدا نفق وضع متعمد على طريقة احنا شفناها في جبهات القتال مع داعش بعض الأحيان يخلون بيوت كأنها آمنة من يدخلوها المجاهدين كانت تفجر عليهم نفس الأمر هذا صار أكو أنفاق للخديعة توضع أمام العين يمكن أن تكتشف وبالنتيجة من يدخلوها ذاك الوقت تصير قصة قصة أخرى وعالم عالم آخر مثل ما فجر عليهم أول أمس أحد الأنفاق في هذا المجال في هذه الإقذوبة يراد أن يمرر عشرات المليارات من الدولارات من المساعدات التي تعطى إلى الصهاين استمر بالقتل واستمر بالتدمير في هذه الأكاذيب تعمل وسائل الإعلام وصناعة الرأي العام على إيجاد مزاج عند الشعوب لا يبالي بالذي يجري لكن الشيء اللي صار واحدة من القضايا المهمة اللي صارت خلال هذه الفترة أن صناعة الأكاذيب اللي جندت إلها مليارات الدولارات مما يعبر عنه بصناعة الكيك نيوز صناعة الخبر المزيف في قباله هزم هزمت هذه المليارات من خلال برنامج صغير اسمه تيك توك اللي الطفل يمكن إلى أن يصور أي شيء يريده مباشرة يبث إلى الهواء ما يراد للا فنيين ولا يراد لأدوات فنية مختبط ستوديوات أو ما إلى ذلك مباشرة كانت الحقيقة تصل إلى الناس وفي كل هذه الأثناء ثمت دروس يجب أن نتعلمها ويجب أن نتهيأ لها مما يشار إلى أحداث ما يتزامن مع خروج الإمام بأبي وأمي أن راية الحق ستلعن من قبل أهل الشرق وأهل الغرب لو أن راية الحق قامت للعنها أهل الشرق وأهل الغرب ليش لما يرون من بني هاشم كأنه هؤلاء السادة زاد الله في شرفهم هؤلاء سوف يكون الشرق والغرب بآلام تجعلهم يلعنونهم دائما بتعبير اليوم سادة بني هاشم وما يمثلوه سوف يشيطنون في نظر العالم سوف يكون العالم ينظر إليهم بعنوانهم محور الشر ليش يعتبرهم محور الشر مع أنه اللي عنده ظلم كبير ما يبالي الزغار أن يردون عليه أمريكا صاحبة الإمكانات الهائلة لماذا تشيطن الآخرين الآن وصل الأمر بهم إلى حتى فصائل صغيرة جدا يكذب عليها وتقدم بصورة بشعة بعيدة عن الحقيقة ليش تارة من أجل خداع الشعوب أخرى من أجل تمرير الأجندات الخاصة بهم وواحدة من الأمور التي كشفتها أحداث غزة التي وردت فيه على لسان الصهاين وعلى لسان الأمريكيين أن واحدة من الخسائر التي حصلت خلال هذه الفترة أن الشيعة والسنة قد اقتربوا من بعضهم ولم تنفع تلك السياسات التي أسست للفراق ما بين السنة والشيعة وشفت أن القضية ما بها خداع الشيعي موقفه ثابت والسني يرى معطيات هذا الموقف الثابت اليوم سماحة السيد السستاني دام ظله الشريف حينما يقول بعدم جواز الشراء أي شيء من أي محل يعود نفعه إلى الصهاين هذا هذا ما موجه إلى الإعلام كخطاب إعلامي هذا موجه كموقف يجب على المؤمنين الالتزام به قصة المقاطعة مو بس قصة نتلقفها سياسية أو اقتصادية وإنما هي بالأصل موقف إيماني مبني على أساس البراءة من أعداء الله جل وعلا بعد ذلك تجي التداعيات الاقتصادية التداعيات السياسية تجي كتحصيل حاصر بس أنا من ألتزم بالفتية المباركة أنا ملتزم لإني أنتمي إلى مسار هذه الفتية مو لأنه الآخرين رح يخسرون أو يربحون ما لي شغل بيهم أنا قيل إلي افعل كذا ولا تفعل كذا وبالنتيجة أنا مجبر على أن ألتزم بهذا الأمر في قبال هذه اللوحات أخواني الأعزاء إحنا رايحين إلى مشهد أكثر من هذا المشهد المعاصر اسم كثرة الأكاذيب والخدع وتزييف الحقائق في زمن مقارب إلى الإمام روحي وأرواح العالمين له الفتاة هذا الأمر اليوم كثير من عندكم من نصير أكاذي بيقولون ما نقدر نسوي ذو لما كنتهم أعلى إمكاناتهم أكبر عندهم خبرة ما إلى ذلك هذه الكلمة يمكن لك أن تقولها اليوم لكن باتشر من المعيب جدا أن تقولها لأنه عندك زمن عليك أن تأي السبل الآليات الوسائل البدائل حتى لا تسمح بكذبة وقال على إمام الزمان صلوات الله وسلامه عليه اليوم قد نكون معذورين لأنه تفاجأنا بوجود حشد إعلامي مضاد ومهي وما إلى ذلك لكن من المعيب جدا أن نجي باتر ونقولها مش نسوي إذا قالوا سحر الشيعة يفترض أن حجدا إعلاميا شيعيا مهدويا مهيئ سلفا يعرف كيف يتحرك يعرف كيف يرد يعرف كيف يبين يعرف كيف يكشف الحقائق وأنا أعتقد أنه هذه الأزمات التي تحصل هي من جملة الفرص التي أعطينا إياها من أجل أن نرفع مستوى التأهيل والقدر لدينا اليوم عدد الأخوان ما يقرب من الاثمانين تسعين شخص أصور لو اتفقتم كلكم على كلمة واحدة تنزلوها في وقت واحد عبر أي وسيلة من وسائل التواصل شنو اللي رح يصير رح يصير صوتك وحدك لو صوت تسعين واحد فما بالك إذا هذه الوسائل تطيق قدر على أن تكرر هذا القول وتكرر هذا القول وتعود إلى تكرار هذا القول شنو اللي يصير يصير أن الحقيقة تبتدأ بمنازعة الإكذوبة رسولا إلى أن تكضح الإكذوبة وتعريها من هنا أقول لكل أولئكم الذين يقولون ماذا نفعل تقولون ننتظر شنسوي وما إلى ذلك اليوم إذا يظهر أنه عندك حالة عجز باتشر أنت مام برأ الذن رح ابحث عن حلول لهذا العجز ابحث عن آليات لهذا العجز أنا من هنا أدعو أخواني العجز إلى التفكير بشكل جاد لتشكيل حشد إعلامي مهدوي يأخذ على عاتقه مهمة كشف الأكاذيب بعد رصدها وبعد معرفة الاتجاهات التي تؤسس لهذه الأكاذيب يا أخواني والله مريرة جدا غالبية هذه الأكاذب موجودة في كتابات وخطابات ومراسلات معاوية ابن أبي سوفيا رجعوا إلى هذه المراسلات حقيقة راح تشوفون أنه ذلك كأنه جايقرون عندك سياسات الكذب شرعت بذاك الوقت مررت لكن لازلنا لحد يومنا هذا نتجرع غصص هذه الأكاذيب السبب لأنه لا يوجد حشد في البقابل السبب لأنه كل واحد يتكلم بزاوية بعيدة عن بقية زوايا المؤمنين لا يطلع الصوت عالي شوية التفت إلى قوله في تعبير عن الموقف من الحسين عليه السلام واللي أدى هذا الموقف إلى ديمومة القضية الحسينية وخلودها عبر الأجيال واحدة من الأسباب يضج الضاجين ويعج العاجين ويبكي الكل عمل جماعي فليصرخ الصارخون وليندب النادبون ولتذرف الدموع هذا كل لعمل جماعي حينما فعله شيعة الحسين شنو اللي يأدى بالقضية الحسينية أن تصبح ظاهرة غير قابلة للكسر أو التشويه رغم أن التأريخ كان قاسيا جدا معه لكن من اللي هزم التأريخ وبقية الظاهرة تتعمق تتجذر وتعطي عطائها تشعب عطائها على رغم الأيام الصعبة والظروف السيئة إذا كنا معنيين بالانتظار واحدة من مهام الانتظار أن تحيون أمر الإمام وواحدة من الأساليب الأساسية لإحياء أمر الإمام أن تتسلحون بالمعرفة القادرة على در الأكاذيب وتزييف الأكاذيب وتبيان الحق لماذا يلعنون لأنهم لا يستطيعون أن يجابه الحقيقة لماذا يشيطنون الشيعة لأنهم لا يستطيعون أن يقفوا في قبالهم إذن اللعب على في الساحة التي يملكون قوة فيها وهم يملكون منصات الإعلام وقنوات الإعلام وما إلى ذلك لكن بأي طريقة شفتم أن انضربت مستشفى المعمداني مستشفى المعمداني نتنياهو الصبح كان كاتب تغريدة في تويتر أنه هذه حرب بين أطفال الظلام وأطفال النور يعترف بين أطفال الظلام وأطفال النور شوك تبطل هذا الحديث أول ما نزل بايدن أول تحية بينه وبينه قال لي يبدو أن الجماعة هما وراء المستشفى إشارة إلى أن المقاومة هي التي ضربت المستشفى ليس أنتم من ناقش طغل الإعلام الصهيوني والمتصهين أنها ترى أكو خنبلة تفجرت بالغلاظ ضربوا صاروخ ما أجاء عديل وقع على المستشفى ما إلى ذلك من الذي تلفظ بهذه الكذبة رئيس أكبر دولة لا استحى ولا خجل ولا قال أنه عيب علي وما إلى ذلك رئيس أكبر دولة للشر في العالم هو الذي نطق بهذه الكذبة وخلاها على الألسن ومشأت مشأت اليوم إبلينكون يتحدث بأنه ما فعله الجيش الصهيوني في مجمع الشفاء مبرر وأنا متأكد بأن الصهاينة سيقدمون الدليل تلو الدليل على أحقية ما فعله شنو اللي فعله لك أن تتصور هؤلاء كلهم يشتركون في صناعة الأكذوبة من أجل خداع الناس وشفنا تجارب عملية أخواني الأعزاء هذه التجارب حجة علينا إيش قد نشروا شيء اسمه الإسلامفوبيا الخوف من الإسلام أن يعيش الناس في أوروبا الرعب من شيء اسمه إسلام أنا أذكر كنت تصاعد في طيارة لعلها هولندية ذاك الوقت الموبايلات هستوها طالعة وكنت رايحة إلى أحد الدول الأوروبية في وقتها نطلع موبايل جاي أضيف من دفتر التليفون تذكرون أيام قبل التليفونات نخليها بدأ جاي أكتب أنا أرقى من الدفتر إلى الموبايل ما عندي وقت في غير وقت طيران وفارق ما عندي فتش وإذا هذا المسكين اليمي تبين عايش رعب هائل جدا كل مرة يقول لي أنه ما يصير تستخدم الأجهزة في الطيارة قلت له هذه لا مربوط بالإنترنت ولا بيبث ما بي مشكلة منا منا إلى أن سديت قل لي الآن ارتاح قل لي لير قل لي أنت من الشرق قلت له نعم قل أنا كل هالفترة أقول لي شوكت رح تنفجر الطيارة بنا هسه هو ما دو شون صار حديث قلت له أنا من شي يعني من مذهب الشيع قال له من الأوقع اللي ما كان عشة الرعب في هذا الوقت طبعا هو نظرتها هذه الإسلامفوبيا اليوم نتيجة للي صار عكسه أهل غزة نموذج حقيقة رائع جدا في قبال المآسي في قبال الأزمات كانت ردة الفعل التلقائية شنو الحمد لله الله أعطى والله أقد هذا المفهوم بدأ يحفر في ذاكرة الأوروبين ذلك جاي سوا ذلك مقصوفين مقتولين ما إلى ذلك شنو الحمد لله بدأ رجع التساؤل أنه من أجدت من القرآن قدمون الكلدان الخبيث اللي أحرق القرآن حتى يوجد ينمي ظاهرة كراهية الإسلام وإذا الآن راجعت الناس ترجع فتش تعالوا من يقرأ القرآن أولا في أوروبا الآن تسابق على قراءة القرآن من قبل من قبل الناس ممسلمين ولا في عالم التبليغ الإسلامي ولا هم يعدمون وإنما نتيجة ردة فعل شافوا أنه ذول اللي جايين قتلون لهم ردة فعل بهذه الطريقة كأنه لا فقد للشيء ولا كل الحمد الله الحمد من جابوها من هذا الدين مع أن الناس اللي تلفظوا ناس عادين لا رجال دين ولا متبحرين في العلم ناس عادين جدا طفل وكبير بالسن وما إلى ذلك هذا الأمر جاي يعكس رسائل أخواني الأعزاء يا ترى إحنا إن دور في هذه الرسائل لو لا هذه الرسائل اللي إحنا جاي نقول هي ممهدات إلى الإمام بأبي وأمي رغم أن الفلسطينيين مو في صدد هذه القضية هم جاي يعرضون شيء واقعي من حياتهم دائما يفعلون مع كل مماتعدهم كلمة الله أعطى والله أخذ الله كريم عظم الله أجلك مثل ما نداولها قلنا في طبيعة تعاملنا معه ما نفقد لكن هذا مع الشعوب كانت تكره الإسلام بدأت تتحول إلى عالم آخر بدأت تنظر إلى الإسلام بطريقة مختلفة جدا ثم تبين أنه كل هذه الفترة هذه الشعوب تتحدث عن نظام الأبرتايد اللي كان في جنوب إفريقيا نظام القصد العنصري والدين وتبين أنها تتبرع لنظام هو أشد فصلا وعنصرية من نظام جنوب إفريقيا اللي كان موجود قبل خلصه من نظام جنوب إفريقيا وهذا يشوفون الصحاين المؤسسين لنظام فصل عنصري بغيض للغاية وشديد للغاية هذا شنو اللي سوا الغمامة اللي كانت على العقول الأكاذيب اللي اشتغلت على هاي العقول وبرمجتها بعيدا عن الواقع وخلتها تتبرع وخلتها تتقدم شيئا فشيئا باتجاه الضغط على الحكومات في إيقاف التبرع اليوم أكو حركة ناشئة في أمريكا وحركة قوية أيضا صارت وسط طلاب الأمريكين أنا ذكرت أمس لعلهم ذكرت أن الأمريكيين يمكن أن يتنازلون الدولة تتنازل عن أي قضية إلا عن ديون الطلاب لن تعطيهم مجالا في أن يطفون ديونهم أبدا هذا الطالب بمجرد ما يريد يدخل الجامعة تقدم إلى قروض تعال تفضل أخذ هذه القروض وأدرس بها لكن هذه القروض ما ستتحول تتحول إلى غل وإلى رين في رقابهم يقق يستعبدهم إلى آخر عمر اليوم التساؤل عند الشباب الأمريكيين أنتم كل هذه الفترة ما تقبلون تتنازلون من أجل ماذا؟ من أجل نظام الضرائب كون يبقى ونظام الضرائب إل من جاي يروح؟ ما جاي يجينا للطلبة ولا جاي يجي إلى مستشفياتنا جاي يروح إلى الذين يقتلون الطلاب والأطفال ويهدمون المستشفيات من عكسة لها حركة قوية على ما ينقلون أخواننا وعلى ما شفتها في بعض الصحافة الأمريكية من ردات الفعل تجاه لأن القضية حقيقية هذه كلها جاي توجد أرضية لأفكار جديدة وتساعد على انهيار منظومة الأفكار القديمة لذلك نقول غزة ممهد كبير جدا لأرضيات كانت مغلقة أو لساحات كانت مغلقة على البعد المهدوي ما يعرفون لحد الأخو ما يعرفون شيء اسمه الإمام المهدي لكن تقدموا خطوة باتجاه طلب المنقذ طلب الخلاص إلى متى يبقى العالم في هذا الإطار إطار الظلم وإطار الجور عودا على كل ما مر أشير إلى أن لدينا مسؤولية باتجاهات متعددة هذه المسؤولية مبنية على أساس ذكر الحقائق وعلى أساس تبيان الحقائق قسم من هذا التبيان مرتبط بشيعتنا قسم كبير من عندهم ما وصلهم مسألة إحياء أمر الإمام بعده ما مأخذ في رؤوسهم المأخذ اللي يحول هذه القضية إلى هم يحول هذه القضية إلى شغل شاغل بحيث الإنسان ما يرى أهمية لأكثر من هذا الموضوع هذا من جانب فما بالك لو قلت بأن الكثير من هؤلاء من شيعة أهل البيت إذا يريد يتلقى من شيء وين يروح يروح إلى قنوات الشر حتى يسمعها ومن يسمعها يبدأ يردت كلبه بغاء هيتش رح يصير هيتش رح يصير قالت القناة الفلانية وقالت الإذاعة الفلانية والمنصة الفلانية وما إلى ذلك معنى من زمان القرآن قال لنا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبئ فتبينوا وعلى ذلك هذه نسيت دورنا أن نرجع نأكد على الناس تبينوا مهمتنا في التبين ذكر الحق إذا نتعجب أنه باتشر سيقال للإمام بأبي وأمي لم نجد منكم يا بني هاشم إلا ما هو لم نجد منكم خيرا يا بني هاشم ما شفنا من وراءكم خير من اللي رح يقول محسوبين على أوساطنا ارجع يا ابن فاطمة من الذي سيقولها محسوبين على أوساطنا بترية ستقاتل الإمام من محسوبين محسوبين على أوساطنا مسؤولية من هؤلاء قبل ولادتي وقبل نشوئهم واستفحال قوتهم مسؤولية من تفتكر مسؤولية دولة حوزة خطباء مبلغين لمسؤولية الجميع نعم العالم يتحمل المسؤولية الأساسية لكن غدا كلنا سنكون من المسؤولين شوف انظر القضية بهذا الاعتبار إذا ظهرت البدع فعلى العالم أن يظهر علمه وإلا ماذا عليه لعائن الله وملائكته ورسله قصة بهذا الحجم احنا كل واحد بنا عنده مقدار من هذا العالم عندك حقيقة واحدة عندك مقدار من هذا العلم عندي حقيقة عند الأخ ثلاثة عند الأخ مية كل واحد حسب مقدار عليه أن يقدم العلم إلى الناس عليه أن يقدم الحقيقة إلى الناس هذا من جهة من جهة أخرى عندنا طيف كبير جدا من المؤمنين ما مآمنين بهذا الخدع وما مآمنين بهذه البدع وما مآمنين بالطرف الآخر لكن مهملين غافلين مترهلين ناسين والله سأقول لك أنا عايش بيومي وبوضعي وما إلى ذلك ما يهم ما يجري برا مو مهم هؤلاء إيقاظهم مسؤولية من من الذي سيقول لهم من نام لم ينم عنه اليوم إذا تشوف أمريكا متوجسة من الجهة الفلانية ترى القصة مو بالجهة الفلانية القصة بما بعد الجهة الفلانية إلى أن لا تريد أن يبقى أحدا الأمريكين كانوا يعلقون على بعض المواقف في البلدان الإسلامية عبروا هذا التعبير الصريح جدا يريدون إسلاما سنقدم لهم الإسلام بطريقتنا الخاصة شنو هذا الإسلام إسلام أن تقعد ببيتك أو تقعد بالمسجد أو تقعد بالحسينية ما لك شغل بالذي يجري في عالم الإسلام عيش يومك عيش حياتك بعيدا عن كل الهموم الأخرى مع أنه من أساسيات الدين شنو من لم يهتم بأمور المسلمين ماذا ليس منهم وصولا إلى اليوم نحن جاء نشوف كثير من المتدينين متدين لا شك في تدينهم لكن أمام هذه المجازر ولا كأنه شيء مع أنه هذه المجازر إذا مرت رح تجيك إليك النار لا تبقى في مكان واحد إذا ما تعالج في مكانها رح تلحق الآخرين وللأسف يغذى هذا الأمر بألس متعددة لا شك أن بعضا منها بريء والبعض الآخر ما عنده براءة أصلا مجند لكي يبقى الإنسان بعيدا عن أن يشارك فيهم هم الآخرين بعض الكتاب المهمين جدا في كتاباتهم يشير إلى أنه علينا دخلنا في معتركات وشلنا هموم الآخرين وما حصدنا غير الفشل ما حصدنا غير التجارب السيئة والنماذج السيئة شنو اللي يصير علينا إذن أن نسد الباب على هموم الآخرين ونبقى نصف لهمومنا نتعامل ويا ربنا بعيدا عن هموم الآخرين لما نحن احملنا الهم الفلاني والغم الفلاني وبشينا على فلان وهوسنا إلى فلان وبعد ذلك تبين أنه النتيجة فاشلة بينما دينك شي يقول لك يقول لك روح يتم يابا الناس كلها ما متم تعبير أمير المؤمنين صلى الله عليه من استطاع قبل الموت ما باقي لشيء لحظات إلا ويموت من حضر لديه الموت بمحتوى الرواية من حضر لديه الموت واستطاع أن يغرس غرسة فليفعل إذا يقدر يزرع على شيء ينفع الآخرين تقدم سوي إن استطعت أن تغرس غرسة ففعل لا تتوانى تدرون إحنا مسؤوليتنا حقيقة مسؤولية عجيبة سامعين بصلاة الغريق لو ما سامعين قارين بالكتب الفقية لو ما قارين إنسان جاء يغرق لا صلاة الغريق ليس دعا الغريق إنسان جاء يغرق حضر التكليف عليه بأنه الأذان صار أو صلاة ما كان مصليها شي يقول له رح صلي ولو بالإيمان المهم اذكر واجبك وتكليفك حتى في أشد اللحظة بل ليش نتحدث عن صلاة الغريق افتح كتاب الكافي أو تهذيب الأحكام في صلاة من إذا هجم عليه السبع لأسد هاجم عليك وحضرت الصلاة حضرت التكليف في ذلك الوقت ما سأسوي يقول له صلي ما يسقط التكليف يا أخوان القضية المهدوية مو نزهة ولا ترف ولا قصة حكاية جميلة مع أنها جميلة للغاية لكن العبرة احنا ما قدم إن الجمال حتى نعشق هذا الجمال قدم إن الجمال حتى نتحمل مسؤولية هذا الجمال نتحمل مسؤولية هذا الجمال قدم إن إمام ضحى بكل شيء من أجل ماذا؟ من أجل هذه المسؤولية وبالنتيجة هذه المسؤولية لا يمكن إن أن نتخلى عنها ولا بأي شكل من الأشكال اليوم خاصة في هذا الزمن أنظر إلى ملاحظة خلال هذا الشهر صارت الكثيرين خونسوا موضوع أوكرانيا التهوين بغز في أوكرانيا نحن معلقين بشرط أن النار التي فيها لا يقوم لها شيء ما كن منتصر يفترض الروس أصبحت أمامهم فرصة سانحة وكبرى ويفترض بالأوكرانيين أن تقلصت المساعدات عليهم بشكل كبير جداً يفترض خلال هذه الفترة نرى عالماً آخر من الحراكات العسكرية لكن النتيجة شنو الكوري يقول أن الباب مغلق ماكو حال ماكو نتيجة للروس استقدموا لأن الروس لهم مطالبات محددة الإعلام الغربي يحاول أن يقول ذول يريدون يحتلون أوكرانيا ومن بعد أوكرانيا بقية البلدان لكن حقيقتهم هم رايدين الأقاليم اللي قالت إحنا نريد نعيش في روسيا لكن نتيجة العملية شنو اللي صار ما صار شيء ما تقدم أحد وما نحسمت المعارك ولازلنا نتوقع بأن هذه النار التي لا يقوم لها شيء ستستمر في هذا الأمر وستؤدي إلى تداعيات لكن ميزة هذه النار شنو وراها شنو فإذا قام متحركنا فاحبوا إليه معناها متصلة بماذا متصلة بحراك الإمام صلى الله وسلم في مثل هذا الوقت قسم من الحقائق أو قسم من الأكاذيب معذرة تغلف بقسم من الحقائق حتى تكون مقبولة عند الآخرين يجب أن تقدم إلى الناس بهذا العنوان بها شوية حق أو بتعبير الأمير باطل يماث به الحق فالمقدار من العسل يخلون به حتى الإنسان يستمر أي قبله أما إذا كله باطل الناس تكشف الباطل خلال هذه الفترة شنو اللي يقيل ها وين هم الجماعة شف عفوا غزة واحد يقشمروهم لأنهم من الطائفة الفلانية وخدعوهم ومحد اتوجه لنصرتهم وقبل ثلاثة أيام أيضا أسسوا لكذبة رويتر نقلت عن مصادر تستهدوا المصادر جين إنس ماتر لأنه جلس قاعدين بيها اثنين تنقل عن واحد من هذول الثنين قول للأول اللي هو إسماعيل هنية وسماحة السيد الخامنة دام أظل لك شنو قال السيد الخامنة على ما تنقل رويتر من مصادر مقربة من إسماعيل هنية أنه نحن ندعمكم نساندكم بس نحن نقاتل نيابة عنكم طلع إسماعيل هنية يكذب هذا ما موجود هذا الحديث نفس إسماعيل هنية يكذب هذا الخبر لكن الجماعة شنو إيران صدرت أيضا بيانة تكذب هذا الخبر الجماعة شنو مصرين إلى يومنا هذا إيران خذلتهم عافتهم وقلت لهم أحنا ما نقاتل نيابة عنكم ليش لأن الإكذوبة صوتها أعلى من صوت الحق من تريد تنفي راح يسمعوك عدد قليل رحمة الله على سيد عبد العزيز الحكيم في يوم أحنا كنا نبتدأ مشروع طريق يا حسين بين النجف وكربلا السيد أقنع بعض المقاولين للطرق تعالوا هذا الطريق ما للحسين كل واحد من عدكم يتبرع له بمقدر هذا اللي يتبرع بكيلو ذاك اللي يتبرع بخمس كيلوات كل واحد مقاولين هم تبليط يعني شغلهم منهم وبيهم كل واحد يتبرع ويجدت الحادلة الأولى صعد عليها السيد ما نسأل لا مو الحادلة اللي تفرش تفرش الإسفلت ناخ خابرني أحد الصحفيين وإحنا بث مباشر قل لي شنو رأيك بالذي سيحصل بعد موت سيد عبدالعزيز شنو موقفك شنو اللي راح يصير بال الوضع الفلاني ما اعتبر موت سيد عبدالعزيز رحمة الله عليه خبر يقيني من يحكي خلص مات السيد شنو ردت الفعل ما لات قلت لعم يفتح التلفزيون احنا بث مباشر الآن موجودين تقدر تتأكد إذا السيد عبدالعزيز ميت قلت له لا قال لأني ما لشغل أنا جاي أسيلك إليك سؤال بعد ماما سيد عبدالعزيز شنو راح تصرفون شنو راح تسوون ما نبث مباشر الخبر إيش قد راح يستمر يجوز يستمر دقيق مؤثر من شال تليفون تصل بي قلت له احنا بث مباشر والسيد موجود قدام العين بس اللي راح يصدقون بالخبر الأول إيش قد مئات الآلات كان حديث بيني وبين القرضاوي يوسف القرضاوي في قطر بعد اجتماع لمؤتمر قسم منكم تذكرون هذا الحديثي عن الجزيرة بنقل الجزيرة نفسها جزيرة داعمة للإرهاب وما إلى ذلك القرضاوي قلت له يعني أنا كنت أتمنى هذا الفتوى اللي صدرتها تتأنى بها إلى أن تتأكد من الحقاق هو أصدر فتوى بوجوب القتال ضدنا وإذا به سبحان الله يعني رجل مع أنه كبير بالعمر لكن أخلاقه كانت كنت أتمنى أنه تكون أخلاقه بغير الشكل قال لي روحوا تكذابين قلت له أريد نموذج من هذه الأكاذي بتقول لي قل لي هل يرضى أحدا أن وزارة الدفاع العراقي لا يوجد فيها سن واحد قلت له هسا هذه القضية لو تقولها عن غير وزارة جوز تنقبل بس عمي ترى وزارة الدفاع الوزير ما لاتها سنية والكثير من ضباطها سن قال لي أنتم تكذبون قال أنت شن اللي رح يكلفك أنه تشيل التليفون تتأكد من قلت قلت له الآن أنا أتصل بوزير الدفاع واحد شوية وشوفه ما قبل ما قبل مع ذلك الفتوى ما لتأكلت وصلت إلى الملايين ولو قدر أن اقتنع بحديثي ما رح يروح يسربه ويقول يا بابا ترى أنا شنة مشتبه وما إلى ذلك أصبحت حرفة الكذب عند هؤلاء مهنة يقبضون فلوس بمقدار ما يهرجون يصبح نجمهم أعلى ظل صحفيين السخرية وما إلى ذلك شنو يسخر على ماذا يسخر نتيجة لأنه يجيد الكذب ويجيد التهريج ليش لأنه سعر يصير أعلى القنوات تطلبه أكثر لأنه احنا في زمن عبر عن الإمام صلى الله عليه تأتي سنوات خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق إذن أخواني معركة الكذب والصدق ما دام أنها قد تبينت الكثير من أوصالها أنا أعود وأقول لدينا مسؤولية هذه المسؤولية مرة تجاه أشخاصنا تجاه مجتمعاتنا تجاه تجمعاتنا ومر في قبال إمام الزمان اللي هو لا شك ولا ريب مسؤولية نتجاهها أعظم بكثير من أي مسؤولية الإمام الإمام يكذب عليه بأبي وأم الإمام سيكذب عليه لاحقا بأبي وأم والتصور اللي يكذب على مثل جبرائيل وهو ينادي بأعلى الأصوات ويحذر هنا الإمام يقول فإذا سمعتم الصوت فخذوا بالصوت الأول الصوت الثاني مخادع صوت الشيطان هذا صوت الفضائيات هذا يقول له شلون ينميز بين الصوت الأول والصوت الثاني مجا يقول لكم الصوت الأول يقول لهم يعرفه من عارف هذا الأمر اللي يرجع للرواية يدرب الحديث عن الصوت الأول الناس اللي تابع رح تسمع الصوت وتميز هذا من ذات لكن بالله عليك الآن لو إجيت إلى كثير من هذا الواقع اللي إحنا به وإن شاء الله يجي ذاك اليوم اللي نشوف إمامنا قد ظهر بأبي ورحم وقلت لهم الإمام ظهر شنو اللي راح يصير شك ريبة حذر وقسم منهم راح يقول لك دروح مش أخلص مع قصة بعيدة وهو إلى آخر مع أنه مخلصين ومع أنه الحذر مطلوب مع أنه الريبة مطلوب خاصة أن بعض الدجالين جاي يهرج ترى الإمام طلع عمي وشبع طلعه ووص بالدجال البصري وص بأنه هذا هو الإمام الثالث عشر هو المعصوم هو اليماني أشكاله أنا هو الوزير هو الوص يوميهم المسكين قال فد شار منا منا يطل نفسه نشان مثل الضابط من يرفعه يوم على يوم من صدام اللي جندي ما كان واصل إلى المهيب الركن صدام حسن بلاش شغل بلاش مرة يماني مرة رفع نفسه قال أنا الإمام الثالث عشر أنا ابن أمير المؤمنين أنا 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 إلى آخره وما تدري سلسلة الأكاذيب وين مو هو وحده صرخيها ومرخيها وكل هذه الأوساخ اللي علقت فيه أوضاعنا يكذبون على الإمام من أجل ماذا من أجل تشتيت وضع الناس في قبال الإمام إذا كانت قدرتهم وصلافتهم في الكذب إلى هذا المستوى إذن علينا أن نتأكد بأن مسؤوليتنا يجب أن تتناسب مع مستوى هذه الأكاذبة ويجب أن ننبر إلىها لا تقول القضية صعبة إذا بديت بها اليوم بعد سنة ستشوفون آثاركم عظيمة بعد شهر ستشوفون آثاركم أفضل مما كانت عليه الأمر لا تقولون ما نقدر كل واحد بنا يقدر أن يقدم فالشيء أنا أناشد أخواني لا تطلعون من هذا المكان من دون أن تفكرون شقوا بها إذا تشكل جبهة إعلامية موحدة للدفاع عن إمامنا شنو نلعب به عدنا إعلاميين وعدنا خبراء وعدنا 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 وسائلنا للتواصل أنا هذه القضية أضعها في مسؤوليتي وأنا أشكركم أن نتحمل سوية مثل هذه في المسؤول أكتفي بهذا القدر والحمد لله أولا وآخرا وصلاته وسلامه على رسوله وآله أبدا شكرا شكرا